بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الرحومة 49 سنة أصيل جزيرة الجربة متزوج ولي ابن عمره أربع سنوات ولكنا نشطين في المجتمع المدني وأنا منخرطت فاعل بعدة جمعيات لخدمة وحماية الجزيرة اليوم نتقدم لكم كمترشح مستقل على رأس قائمة حزب المجد دائرة مدنين إيمانا باعتدال ومدنية هذا الحزب وممثله الفيقة اللي تشوفوا فيها هي شعار حزب المجد للحملة الانتخابية واللي باش نعبر ونقولوا بها هيا نستيقظوا عن رنديفو مع الخدمة الصحيحة ويزين من الموقت اللي يطول ويلزم كل واحد فينا يكون فاعل من جهته من مدينته من قريته المهم يخدم بلاده ويكون بناء تقول لي كيفاش هذه أسألة يجاوب عليها حزب المجد في برنامجه كما برهن في السابق على جدية مقترحته واحنا قررنا أنا وزملائي باش نكونوا فعلي على جهتنا اللي هي جزيرة جربة ولهنا عندنا حلم كما يقول لوتر كينج I have a dream الدريم هذا نتمح الجزيرة موحدة ومش مقسمة إلى أجزاء نتمح إلى جزيرة آمنة ومنظمة والقانون يحكم فيها نتمح إلى جزيرة مميزة بجودة خدماتها السياحية ونوعية سواحها وتثمين الصناعات المحلية وتاخو مكانتها في السوق نتمح أن تكون جزيرة جربة مرعا للمواهب الشبابية وتوفير كل الأنشطة الرياضية وثقافية فيها كما نتمح إلى جزيرة تهتم وترعى الأسرة والطفل وتوفر لهم العيش الكريم أما بيئية ولهنا سأحرص وأناظر بشكون هذه الجزيرة مثال مميز بيئية بالحرص على تفعيل كل القوانين لحماية خصوصيات الجزر ببعث هيكل للمراقبة البيئية بالجزيرة كالشرطة الخضراء ولا تكون أبلا بوليس فيغت تثمين النفايات بالفرز والرسكلة توفير الماء صالح للشراب لكل ركن من الجزيرة وهذه حقوقنا الملزمة وفي الختام سأحرص بما لديها من جهد وعزم على تحقيق رغبة ساكنة في قلوب وعقول الكثيرين من متسكنين جربة واللي هي أن تصبح جزيرة جربة ولاية علش لا الولاية 25 من الجمهورية التونسية تحية تونس تحية تونسية لكم تحية تونسي